السلام عليكم أعزاء المشاهدين مرحبا بالجميع في قناتنا أشخبارنا في فيديو جديد عبر الحسين عموتة مدرب منتخب الأردن عن سعادته بعد بلوغ فريقه نهاء كأس آسيا لكرة القدم عقب الفوز 2-0 على كوريا الجنوبية بملعب أحمد بن علي اليوم الثلاثاء وسجل يزن النعيمات وموسى التعمري هدفين في الشوط الثاني ليصل الأردن للنهائي القاري للمرة الأولى وأبلغ عموتة شبكة بإن سبورتس القطرية أنا أسعد مدرب في القارة وربما في العالم يوم تاريخي بالنسبة لنا وشكلت النتيجة مفاجأة كبيرة للأردن الذي يحتل المركز 87 عالميا ويتأخر بفارق 64 عن كوريا الجنوبية التي تعد ثالث أعلى فرق في ترتيب قارة آسيا وقال عموتة أؤمن دائما بالعمل الجماعي المنافس لم يكن سهلا تسجيل هدفين أمام كوريا الجنوبية ليس بالأمر السهل وأضاف هذه المجموعة من اللاعبين استحقت الفوز إمكانات كوريا الجنوبية قد تفوق إمكاناتنا لكن يجب عدم الإفراط في احترام الخصم اللاعبون قدموا أداء بطولية العامل الحاسم كان عدم احترام كوريا الجنوبية أكثر من اللازم وتابع المدرب المغربي استقبلت كوريا الجنوبية أهدافا في مبارياتها الأخيرة وكنا نعتقد بإمكانية التسجيل في مرماها وهذه كانت نقطة التحول وسيطر الأردن على اللقاء منذ البداية لكن جو هيونوو حارس كوريا الجنوبية حافظ على شباكه في الشوط الأول ومنح النعيمات التقدم لفريق المدرب عموتة بتسديدة من فوق الحارس هيونوو وعزز التعمري النتيجة بتسديدة منخفضة من حافة منطقة الجزاء بعد مجهود فردي رائع تفوق فيه على مدافعي كوريا الجنوبية من قبل منتصف الملعب وكان بلوغ دور الثمانية لكأس آسيا هو الإنجاز الأفضل للأردن في البطولة الذي تحقق في 2004 في مشاركته الأولى بالمسابقة وكرره في 2011 وسبق لعموتة 54 عاما قيادة بلاده المغرب للفوز بكأس أمم أفريقيا للمحليين بالإضافة للفوز بدور أبطال أفريقيا مع الوداد وبطولة الكونفدرالية الأفريقية مع الفتح الرباطي وبسؤاله عن الإنجاز الأفضل في مسيرته التدريبية قال كل الإنجازات مهمة لأنها جاءت بعد عمل شاق هذا الإنجاز بلوغ الأردن للنهاء أظنه ممتازا لأنه يأتي على المستوى القاري لكنني أستمتع بكل الإنجازات وينتظر الأردن الفائزة من لقاء قطر المضيفة وإيران في النهائي يوم السبت المقبل تابعت المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا سنسعد بي اشتراكك في القناة واعجبك بي القصة ومشاركتها والتعليقك عليها سنسعد بي اشتراك في القناة سنسعد بي اشتراك في القناة